بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا مع الوحدة الخامسة بعنوان الجهاز الهضمي ودرس اليوم ما أنواع المواد الغذائية نستعرض معا أهداف درس اليوم نتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادرا على أن تعدد بعض مصادر الكربوهيدرات والبروتينات والدهون أن تستنتج كيفية الكشف عن المجموعات الغذائية الموجودة في الأغذية المختلفة أن تشرح أهمية الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في النظام الغذائي للإنسان والآن عزيز الطالب دعنا نتهيأ للدرس بأشياء تعلمناها في الماضي هل تتذكر أن الغذاء كان ينقسم إلى عدة أصناف منها الخضروات والفواكه والحبوب والخضروات النشوية والبقوليات والأسماك واللحوم والدواجن ثانيا إذا أردنا التذكير بتعريف الغذاء المتوازن فإننا نصل إلى هذا التعريف الغذاء يشمل جميع المجموعات الغذائية ولكن بكميات مناسبة وذلك لتزويد الجسم بمختلف العناصر الغذائية الأساسية والتي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه بالشكل الصحيح وبناء الخلايا التي تبني الأنسجة والأنسجة التي تبني بدورها الأعضاء إلى النشاط الافتتاحي صفحة 11 انظر إلى هذه الصور المعروضة أمامك والمطلوب منك أن تذكر أيها جزء من نظام غذائي جيد وأي غذاء لن يكون صحيا لك تفقد الصور معي لتصل إلى هذه النتيجة الغذاء الصحي لحم الضأن الحليب الجزر الطماطم المشمش بينما الغذاء غير الصحي الأرز الزبدة كعكة الحلوى إذا تم تناولها بكميات كبيرة لا نمنعها بتاتا إذ أن الجسم يحتاجها أحيانا ولكن نتناولها بكميات معقولة اثنان تعد بعض الأغذية جزءا من نظام صحي جيد اشرح سبب ذلك فكر معي أحسنت لأن فيها تنوع في المواد الغذائية والتي يحتاجها الجسم هيا بنا عزيز الطالب إلى النشاط الأول لنكشف عن المجموعات الغذائية الموجودة في الأغذية المختلفة سنقوم باستقصاء لاختبار هذه الأغذية المختلفة من أجل الكشف عن جولوكوز والدهون والنشا والبروتين انظر إلى هذه الصور لمختلف الأغذية أيها يحتوي على النشا والذي سنبدأ به أحسنت إنه الخبز والبطاطس وبعض الحلوة إذن الاختبار المناسب هو اختبار اليود ما لون اليود اللون الأصلي إنه لون برتقالي قبل وجود النشا أما عند وجود النشا فإن هذا اللون البروتقالي يتحول إلى اللون الأزرق المسود دلالة على وجود النشا في بعض الأطعمة مثل الخبز والبطاطس وغيرها إلى الاختبار الثاني اختبار المسحة لو قمت بدلك بعض الغذاء المحتوي على الدهون على ورقة مقاومة للدهون ثم رفعت الورقة إلى الضوء هل ستشاهد بقع شفافة نعم سوف أشاهد بقعا شفافة على الورق المقاوم للدهون ونستنتج من ذلك أن الغذاء يحتوي على الدهون ننتقل إلى الاختبار الثالث في نفس النشاط وهو بعنوان اختبار محلول بندكت الأزرق محلول بندكت الأزرق يكشف عن الجيلوكوز في الغذاء ولكن ينبغي عليك عزيز الطالب أن تتجنب أن تلامس بشرتك أو عينيك أو فمك بهذا المحلول لأنه محلول مهيج لخلايا البشرة هذا المحلول اللون الأصلي له هو اللون الأزرق إذا كانت كمية السكر ضئيلة فإنه يتحول إلى راسب أخضر إلى أصفر بينما إذا كانت معتادلة يتحول اللون إلى الأحمر البرتقالي وإذا كانت الكمية التي نكشف عنها كمية كبيرة من سكر مختزل فإنه يتحول إلى راسب أحمر قرميدي أما الآن مع الاختبار الرابع وهو اختبار البيوريت ويشتخدم هذا الاختبار للكشف عن البروتين في الغذاء ولكن ينبغي أن تأخذ في حسبانك عزيز الطالب أن هذا المحلول البيوريت هو مادة آكلة للجلد فتراعي إجراءات الأمن والسلامة ولا تقربه من جلدك هذا المحلول لونه أزرق يتحول إلى اللون الأرجواني بوجود مادة البروتين دعنا الآن عزيز الطالب نلخص ما ورض في النشاط الأول لقد تم دراسة أربع اختبارات على أنواع من الأغذية هي النشا الدهون الجلوكوز البروتين وهذه بعض الأمثلة عن بعض الأغذية التي توضح وجود هذه المواد فيها فالنشا مثلا والذي يمثلها اختبار اليود يوجد في الخبز والبطاطس والحلوة بينما الدهون الزبدة والسمك ولحم الضأم والحلوة ونختبر وجود الدهون باختبار المسحة بينما في الكشف عن الجلوكوز باختبار بندكت يظهر ذلك جليا في الخبز والحلوة أما في البروتين باختبار البايورايت فإن المواد الغذائية هي البطاطس والزبدة والسمك ولحم الضأم والتي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين يكشف عنها اختبار البايورايت مع السؤال الخامس من أسئلة المتابعة السؤال بعنوان لماذا احتجت إلى سحق الغذاء وترشيحه قبل إجرائك اختبار بندكت واختبار البايورايت فكر معي لماذا سحقنا الغذاء ما الذي أدى إليه سحق الغذاء لقد تحول إلى جزيئات أو دقائق بسيطة إذن فأنا أحتاج إلى أن يكون الغذاء على شكل دقائق أو جزيئات بسيطة وذلك لكي يختلط جيدا عند الاختبار بمحلول بندكت أو محلول البايورايت تبعا لنوع أو مادة الغذاء التي أبحث عن اختبارها السؤال السادس توقع المجموعات الغذائية الموجودة في اللحم البقري اشرح كيف يمكنك اختبار ذلك يا ترى قطعة أو شريحة من اللحم البقري اللذيذ ما هي المجموعة الغذائية التي توجد فيها أحسنت إنها البروتين والدهون إذن فالإجابة تكون البروتين من خلال اختبار البايورايت والدهون من خلال اختبار المسحة السؤال السابع توقع نتائج الاختبارات على قالب حلوى وضح إجابتك قالب الحلوى على ماذا يحتوي فكر معي بالتأكيد يحتوي على الجلوكوز والسكريات هل يحتوي على بعض الدهون نعم تعال معي لنتوقع هذه الاختبارات يحتوي قالب الحلوى على الجلوكوز والنشاة والدهون وذلك بسبب نتائج الاختبارات في التجارب السابقة إلى السؤال التالي يجب أن توضح ملسقات الأغذية مقدار السكر والنشا والبروتين والدهون وغيرها في الغذاء لماذا قد يرّب الناس في معرفة ذلك؟ إنهم أناس قد يكونون مصابون بالسكري فيتجنبون الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز بينما الأشخاص الذين يعانون من السمنة يتجنبون الأغذية التي تحتوي على الدهون سؤال التالي كيف يمكن لشركة الغذاء قياس كمية البروتين الموجودة في الأغذية؟ اختبارات دقيقة خاصة توضح نسبة البروتين في الأغذية ما رأيك عزيز الطالب الآن أن نلخص اختبارات الغذاء والتي تتنوع بين الكشف عن النشا أو الدهون أو الجلوكوز أو البروتين وذلك بأربعة اختبارات تناولناها اختبار اليود وهو الكاشف عن النشا اختبار المسحة وهو الكاشف عن الدهون بينما اختبار بندكت الكاشف عن الجلوكوز اختبار البايورايت وهو الكاشف عن البروتين في حالة الكشف عن النشا يتحول أحسنت اليود من اللون البروتقالي إلى اللون الأزرق المسود دلالة على وجود النشا في الغذاء مثل الخبز والبطاطس وغيرها بينما في اختبار المسحة وهو الكاشف عن الدهون في الأغذية التي تحتوي على الزبدة مثلا فإن هذه الورقة الشفافة الكاشفة عن الدهون تمتلئ بالبقعة الدهنية كما يظهر في الصورة في اختبار بيندكت الكاشف عن الجلوكوز فإنه يظهر الكثير من الألوان في الواقع ثلاثة ألوان كل لون يعبر عن تركيز أو مستوى الوجود الجلوكوز في الغذاء تتدرج من الأخضر المسفر مرورا بالبروتقالي إلى الأحمر القرميدي نسبة إلى تركيز السكريات بينما في اختبار البايورايت الكاشف عن البروتين فإن البايورايت الأزرق يتحول إلى اللون الأرجواني بوجود البروتين والآن ما مكونات النظام الغذائي الصحي الغذاء الصحي يتكون أو لا بد أن يتكون من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات وغيرها فالكربوهيدرات التي توجد في أغذية مثل الأرز والبطاطس نستخدمها للحصول على الطاقة بينما الدهون والتي توجد في الحليب والقشدة والزبدة هي مخازن للطاقة أما البروتينات والتي توجد في اللحم والأسماك والعدس فإنها تستخدم لبناء العضلات والنمو إلى الكتاب صفحة 15 للتعرف على بعض الملاحظات على نتائج اختبارات الكشف عن المجموعات الغذائية أولا تأكد أن المواد الكيميائية قادرة على التفاعل بشكل صحيح مع الغذاء حتى تتمكن من ملاحظة اللون هل تم التفاعل أو لا؟ لابد من التأكد ثانيا تأكد أن هناك أغذية يصعب خلطها مع المواد الكيميائية السائلة لذلك من الممكن أن تعطي نتائج خاطئة في حين أن المادة الغذائية تكون موجودة بالفعل ليست المشكلة في وجود المادة الغذائية ولكن المشكلة في مبدأ الخلط هل اختلطت مع المواد الكيميائية السائلة أم لم تختلط ثالثا تعد كميات السوائل التي تستخدمها في الاختبارات مهمة أيضا إذا استخدمت كمية كبيرة من السائل أكثر مما يلذم يؤثر ذلك على دقة الاختبار لا شك رابعا إذا كان لبعض الطعام لون معين فقد لا تتمكن من ملاحظة تغير اللون خامسا يحدث أحيانا أن لا يتحول لون المحلول في اختبار بندكت إلى اللون الأحمر تماما إذا كان بعضه يتفاعل مع الجلوكوز وبعضه الآخر لا يتفاعل عندئذ سيتحول المحلول إلى اللون الأخضر أو البغتقالي بدلا من الأحمر سادسا يعتمد اختبار المسحة على ملاحظتك بخصوص شفافية البقعة قد تتبين الأراء حولها من شخص إلى آخر أضف إلى ذلك اختلاف الشفافية بين الضوء الخافت والضوء الصاطع الآن إلى السؤال ما أهمية الاختبارات للكشف عن المجموعات الغذائية المختلفة شركات الأغذية تقوم بتحديد مكونات منتجتها من خلال اختبارات دقيقة تجري على الأغذية ووضع هذه المعلومات والحقائق الغذائية على شكل ملصقات على أغلفة المنتجات تشير هذه الملصقات إلى مقدار مجموعة الطعام الموجودة لكل 100 جرام من الطعام وبهذه الطريقة يكون من السهل مقارنة الأطعم المختلفة مع بعضها البعض نظرا لما تحويه من دهون أو ألياف أو بروتين أو غيرها النشاط الثاني ما مدى نجاح التجربة التي سبق أن أجريناها في هذا النشاط سوف تفكر في التجربة التي أجريتها في النشاط الأول ناقش طريقة لجعل الطعام الصلب أكثر قابلية لخلطه مع السوائل يا ترى طريقة سهلة استخدام الخلاط الكهربائي اثنان عدد بعض الأطعمة واذكر أهم مكوناتها من المواد الغذائية وفسر ملاحظاتك طعام مثل البيتزة يحتوي الكربوهيدرات والدهون البطاطس المقلية كربوهيدرات ودهون أيضا بينما شربة الخضروات بالدجاج فيتامينات وبروتينات على ما يدل ظهور بقعة شبه شفافة على قطعة الورق المقاوم للدهون بالتأكيد يدل على أن الطعام يحتوي على الدهون السؤال التالي يتغير لون محلول بندكت من الأزرق إلى الأحمر على ما يدل ذلك بالتأكيد على وجود كميات كبيرة من السكر في الغذاء صف طريقة للتأكد من أن لون الطعام لا يتدخل في تغيرات اللون في المحلول فكر معي من خلال إعادة الاختبارات أكثر من مرة لنفس الغذاء والحصول على متوسط القراءات للتقليل من الأخطاء إلى ملخص الدرس هناك عدة اختبارات مختلفة للكشف عن المجموعات الغذائية المختلفة في الأغذية فيستخدم اختبار بندكت للكشف عن الجولوكوز بينما اختبار المسحة للكشف عن الدهون يستخدم اختبار اليود للكشف عن النشاء واختبار البيوريت للكشف عن البروتين تعتبر الكربوهيدرات والدهون من المواد التي تمد الجسم بالطاقة بينما البروتينات من المواد التي تساعد على بناء العضلات والنمو أسئلة التقويم الكتاب صفحة 18 ما التغير الذي يطر على كل منه إضافة اليود إلى النشاء تحول اليود إلى الأزرق المسود محلول بندكت إذا أضفناه إلى الجولوكوز يتحول لون المحلول إلى الأحمر حسب تركيز الجولوكوز إضافة محلول البيوريت إلى البروتينات تحول لون المحلول إلى الأرجواني سؤال التفكير الناقد أجرى طالبان اختبار المسحة الخاص بالكشف عن الدهون على عينات غذائية يعتقد أحد الطالبين أن الورق المقاوم للدهون أصبح شبه شفاف وهذا يدل على وجود دهون في الغذاء فيما يعتقد الطالب الآخر أن الورق المقاوم للدهون ليس شبه شفاف اقترح سببا لعدم اتفاق الطالبين وكيف يمكنهما تحسين التجربة سبق أن تعرضنا لهذا السؤال أثناء عرضنا إنها اختلاف شدة الإضاءة في مكان التجربة من مكان إلى آخر ولتحسين التجربة تجرى التجربة في نفس المعمل للحصول على نفس شدة الإضاءة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة